ان اعطيك مالا فهذا مرهون بالانجاز ان تعطي العراق حق الانتماء فهذا مرهون بالضمير الكلمتان غائبتان عن التنفيذ في حسابات العابثين او من يقتاتون العراق خلصة في الظلام طيف السياسة المفبرك جزء كبير منه على مدار عقود زاد حراك المال الاسود من جهة وشتت دنانير العراقيين في جيوب من لا يستحقون لكن الرقابة على ازدواجية الرواتب كمثال عملي على ضبط تهريب الاموال هنا وهناك حاضرة وبشكل جدي او على ما يبدو انها تتخذ مجرى الحزم لا غيره في خارطة طريق حكومة الكاظمي سيد رئيس الوزراء اعلن ارقام واصلت من وزارة التربية هناك لجنة خاصة للتحقيق بمزدوجي الرواتب 18 الف الرقم الاولي 18 الف مزدوجي رواتب في وزارة التربية فقط تم تدقيق لحد الان خمسة الاف تم التأكد من هؤلاء الى 18 اللي وصلت معلومات عنهم تم التأكد من خمسة الاف مزدوج راتب في وزارة التربية فقط هذا رح يشمل كل البلاد تدقيق كل مزدوجي الرواتب عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر يؤكد المكشوف ويضع الاجابة في خطوات الحكومة لمواجهة ما يحدث من تناقض لا نظر له في العالم كي يستلم شخص اكثر من راتب الحكومة حقائق كان الغموض يكتنفها في ايام مضت فيما في الوقت متاسع للكشف عن اعداد كبيرة تتحمل مسئوليتها الحكومة السابقة كتعينات غير طبيعية يصفها البعض بالفضائية اما ما في جعبة حكومة الكاظم اليوم هو تفعيل القطاع الخاص وتمتين موارد الدولة المالية وحفظ خط خزينة الدولة للخروج من عنق زجاجة المديونية لماذا سعت بعض الحكومات طيلة الفترات الماضية الى هذا التوظيف بهذه الطريقة الخاطئة لماذا قتلوا الدولة بهذا التوظيف ملايين الموظفين لا يوجد بلد بالعالم نسبة الموظفين كما موجود في العراق بلد من 38 مليون اكثر من 8 مليون عراقية اخذ راتب لا توجد هذه النسبة هذا اثقى الكاهل الموازنة العراقية لكن السعي الجاد وراء تكثيف الجهود بانهاء بلفز دواج الرواتب عن بكرة ابيه حاضر في جدول اعمال لجان حكومية بدأت بالعمل على القضية